اطلقت محافظة حماه مع بداية الشهر الفضيل مبادرة مطبخ رمضان الخير في كل مناطق المحافظة وبمشاركة غرفتي الصناعة والتجارة بحماه بمناسبة الحامل اللي اطلقته محافظة حماه رمضان الخير نحن حبينا نشارك فيها نحن مطبخ امهات الشهداء بسلحاب حبينا نوزع وجبات ضمن من سلحاب لأهل الاسر والشهداء والجرحة والعائلات المستورة طبعا نحن يوميا نقدم 250 وجبي مستمرين طيلة شهر رمضان الكريم متطوعين من 10 سنين مطبخ امهات الشوهداء للجيش العربي السوري والان مع اهلنا هالظروف الصعبة القاهرة اللي اجيت ع سوريا وفرض علينا الارهاب والحصار الاقتصادي حبينا نقدم هاللقم الطيبي طبختنا اليوم رز ومرقط فاصولي وان شاء الله نحن الشعب السوري لنرح نبعث رسالة لكل العالم انه نحن ممنح نرأسنا لحد حاليا منقوم بعملية توزيع بنوزع بضمن قوائم لأسر مستهدفين رمضان كريم ان شاء الله كل عام وانتو بألف خير ان شاء الله سوريا وقائد سوريا وجيشها ألف ألف خير ويبلغ عدد الحصص الغذائية المقدرة للحملة اكثر من مائة وخمس وثمانون الف حصة ستقدم خلال شهر رمضان المبارك وكانت المحافظة قد افتتحت مطبخين في كل من مدينتي السلامية وسلحة يقدم وجباته يوميا للاخبارية السورية علي شحود حمد